لتعليق على الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور رافع الفلاحي دكتور رافع بلاية مرحبا بكم حياكم الله استقالة عبد المهدي اليوم كيف تقرأوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم ربما جاءت استقالة عادل عبد المهدي الذي قدمه هذا البرلمان مثل ما قاله ببيان قدمه إلى البرلمان أو برسالة قدمه إلى البرلمان كجزء كان متوقع الثورة عندما بدأت في 1-10-1 أكتوبر الماضي واستمرت لغاية الآن كانت تتوسع وتتعمق يوم بعد آخر استخدم غدها عادل عبد المهدي والمعلومة أولا علينا أقول أن عادل عبد المهدي لا يمثل اسما عادل عبد المهدي يمثل منظومة كاملة يمثل العملية السياسية كلها كل أحزابه كل شخصياته بكل قواها وفكرها وتوجهاتها يعني لا يفهم أن التظاهرات قد خرجت لإسقاط عادل عبد المهدي لا التظاهرات أساسا والثورة اندلعت لفساد هذه السلطة لفساد هذه العملية لخرابها لكل مخرجات التي دمرت العراق وأصلت العراق إلى الهاوية هذه الحقيقة فاستقالة عبد المهدي هذه يعني لا تساوي شيء إن لم يكن كل المنظومة تستقيل وتنتهي ويؤدي بها هذا إلى المحاكم والمحاسبة لأن هذه القضية لها علاقة بدماء سالة بأوضاع البلد تخربت بفساد عارم بسوء تدبير بسوء سياسة بسوء إدارة برهن إرادة العراق واستقلال العراق إلى الآخرين هذه كلها في يعني في إطار واحد لا يمكن عزلها لا يمكن تجزياتها البعض يعتقد أن عادل عبد المهدي عندما استقال انتهت القضية ومطالب الثورة قد انتهت أو المطلب الأساسي للثورة في استقالة عادل عبد المهدي قد تحققت والباقي أنه سيغيرون نحن قلناها وكنا نتوقع هذا والكثير توقعوا هذا عندما يصلون إلى الحاط عندما يصلون إلى زاوية حرجة هذه العملية السياسية وبكل قواها سيضحون بعادل عبد المهدي سيكون هناك تضحية بعادل عبد المهدي لتبديله بشخصية أخرى تبديل وجوه فقط يعني استقالة عبد المهدي هل سيؤثر على زخم هذه التظاهرات؟ هل يكفي المتظاهرين هذه الاستقالة؟ أبداً أبداً لذلك أنا أشرح هذا الموضوع هذه القضية لا تتعلق بوجود الثورة باستمرارية الثورة بمطالب الثورة بشكل عام الثورة من البداية قالت نريد وطن الوطن لا يعني إسقاط عادل عبد المهدي سيعود الوطن سيعود العراق من عسره وسيعود عادل عبد المهدي لا يمثل إلى أداة تنفيذية لمجموعة لمنظومة كاملة من السياسات والتوجهات والأفكار والرؤى التي خربت العراق من عام 2003 لحد الآن يعني هذه الوجوه الموجودة الآن في السلطة هي ليست وجوه جديدة هذه الوجوه شاهدناها من عام 2003 بنفس مسمياتها بنفس أحزابها بنفس ذواها يعني الاستقالة رئيس الوزراء هل هذا يعفيه من المسؤولية يعني إن كان هناك يعني اطمئنان لعدم المحاسبة المستقبلية عادل عبد المهدي لا يشكل إلا ترسم في هذه العجلة الكبيرة هذه عجلة فيها كثير من التروس في الكثير من التروس التي تحرك كل هذه المنظومة عادل عبد المهدي يشكل ترسم فيها إن عطلت هذا الترس باقي التروس كلها تعمل كلها باقية لذلك هم يحاولون الآن إنه حققنا لكم هذا الهدف ويحاولون التضليل بهذه القضية لكي يستبدلوا شخصا بآخر منهم؟ كثيرين هم يعني أقصد يعني منهم الذين يحاولون استبدال شخص بآخر من يقف رؤونهم؟ الحكومة والقوى الحاكمة للعراق والأيران هذه القوة هي المتحكمة بالعملية السياسية وهي من تريد التحكمة وهي من واجهة المتظاهرين هذه الثورة قدمت دماء قدمت نحو ألف شهيد ما حصل في الناصرية يوم أمس كان مجزرة بكل معنى الكلمة ما حصل في النجف اليوم والبارحة وأول أمس كان مجزرة ما يحصل في بغداد من واحد عشرة لغاية اليوم مجازر كبيرة اليوم الأمم المتحدة تقول أن العدد هائل مهول يعني الاتحاد الأوروبي ناشد ألمانيا دخلت على الخط ووجهت وزارة الخارجية نداعا أن هذا العدد العالم لا تعرف أن العراق فيه هؤلاء يضللون سفاراتهم تضلل أجهزة إعلامهم تضلل أنه قضية بسيطة وأن هذا الشعب فيه مشاغبين وخرجوا على الديمقراطية وخرجوا هذه ليست الديمقراطية هذه ديكتاتورية وستبداد وكل هذا ما سجل في دستورهم من حفاظ على سلمية التظاهر وحمايتها وإحترام الرأي كلها كذبة كبيرة وأثبته أنه كذبة كبيرة يوم أمس أنا تحدث يوم أمس عندما حصلت هذه المجزرة في الناصرية كانت إشارة واضحة يعني أحرجتهم جميعا ومن يدعمهم دعني أقول بالشكل الواضح هذه العملية السياسية هناك من يدعمها قوى خارجية وقوى داخلية قوى سياسية وقوى دينية أحرجت الجميع هذه الدماء التي سالت والشيوخ عندما خرجت وأبناء العراق عندما التفوا حول هذه الكارثة الكبيرة وجدوا نفسهم في الزاوية دخول شيوخ العشائر قبل دخول شيوخ العشائر أستاذ دكتور سمير لن سمحت لي لأن القضية هذه هذا الإطار السياسي عندما وجد نفسه في الزاوية الضيقة لا مجال للهرب من هذه القضية كيف يبرر هذا القتل حاول هو في قبل يوم كان إذا تذكر والتذكير أيضا من المشاهد يجب أن يتذكر حاولوا جرى الناس إلى لعبة جديدة أن المرجعية مهددة والميليشيات تنادي لحماية المرجعية والمتظاهرين هؤلاء ومندسين أرادوا أن يلعبوا لعبة كبرى في نفس الوقت سبحان الله خاضوا في دم العراقين في الناصرية خاضوا به بشكل غريب عجيب وحول عادل عبد المهدي اللي هو أداة تنفيذية عادل عبد المهدي لا يشكل للأداة تنفيذية خاضوا في دماء العراقين بتعيينه لحكام عسكريين وهذه مو بيدة هذه بأوامر وبخلية أمنية وخلية عسكرية وخلية سياسية تعمل معه وهذه الخلية فيها إيران وفيها دول أخرى غير إيران وغير أمريكا فيها دول أخرى كثيرة سيظهر للناس استظهر من هذه الدول اللي أيضاً ساعده وميليشيات كثيرة ساعده وهذه الخلية اللي قررت أن نواجههم بهذه الطريقة وبعث الشمري وغير الشمري إلى كل المحافظات والشمري ارتكب هذه الجريمة الشنعاء أرادوا تخطيتها بأي طريقة للحد اليوم صباحاً قالوا أن الأهل الناصرية استخدموا السلاح ضد القوات الحكومية فاضطرت القوات الحكومية أن ترد عليهم وهذه كذبة كبيرة مع خيوط الفجر الأولى هم هجموا على المتظاهر أغلبهم كانوا في خيمهم نايمين وقتلوهم بهذه الطريقة البشعة وثارت ثائرة الناس وإذا بالعشائر تنزل معهم وجدوا نفسهم هذه العملية السياسية كلها وجدت نفسها في الحاط وجدت نفسها في الزاوية لذلك بادروا مثل ما كنا نقول وكل الناس تقول إلى ركوب الموجة محاولة ركوب الموجة محاولة أن يتبرون من الدم لكن يجب أن يقدموا كبشاً للفداء ومن البداية كنا نعرف أن عادل عبد المهدي ستأتي اللحظة التي يقدمونه كبشاً للفداء واليوم جاءت هذه اللحظة لكن هذا لا يعني شيئاً الثورة مستمرة الثورة لأنها وقفة ضد منظومة ضد إطار كامل عملية سياسية أشعة الطائفية ساعة الفساد ذهاب عبد المهدي لا يعني انتهاء الفساد لا يعني انتهاء المحاصصة لا يعني انتهاء الخراب لا يعني انتهاء رهن إرادة العراق والعراقيين إلى الخارج لا يعني خروج الأجنبي من العراق وسياسة العراق ستكون مستقلة وسياسة تكاملة هذا لا يعني هذا هذه الطبقة السياسية هذا الفكر التوجه هذا الخطف والقتل والاحتداء على المواطنين والتنكيل بالمواطنين وتضيلهم ووصفهم باعتى الأوصاف القبيحة للمواطنين والمتظاهرين للثوار هذا كله حتى النظرة للشعب النظرة الدونية للشعب هذه لن تتغير بذهاب عدل عبد المهدي عدل عبد المهدي هو الشخص الوحيد الذي كان فاسدا في هذه المنظومة هذه المنظومة كلها لو كان عدل عبد المهدي الوحيد الفاسد في هذه المنظومة والشخص الوحيد الذي فاقد وعيه وفاقد قدرته على الحكم والإدارة لكانت القوى الأخرى الموجودة في هذا النظام في هذه المنظومة لحزحته من زمان أكثر من ألف شهيد وعشرات الجرحى ودخول شيوخ عشائر الجنوب على الخط هذه التظاهرات ما هي تداعيته؟ عشائر الجنوب وكل المنظومات العشائرية العائلية النقابات كلها جزء من منظومة المجتمع العراقي من واجبها هذا ليس تفضلا على العراقيين يعني لا أحد ينظر إلى دخول العشائر قضية يعني غريبة ومفاجئة هذا جزء من واجبهم حماية أولادهم حماية وطنهم حماية تربتهم حماية كرامتهم وحقوقهم في الحياة مثلما حقوق أولادهم مهظومة أيضا حقوقهم مهظومة أما عادل عبد المهدي يشتريهم يدعوهم ويسلم كل واحد معرفشين وظروف مدريش قد بيه ويقول له رح نوظف لك أربعة خمسة هذا لا يعني شيء هذا انتهال لكرامتهم هذا اعتداء على حقوق ومحقوق أولادهم في الحاضر والمستقبل فبالتالي يقوفهم مع أولادهم هذا جزء من حق هذا الوطن عليهم هذه قضية وطنية هذه ليست قضية شخصية الآن هذه الثورة ليست قضية شخصية بين الشعب وبين عادل عبد المهدي هذه قضية وطنية بين الشعب وبين منظومة خاربة أشاعة الفساد وأشاعة الطائفية وأشاعة الخراب والخطف والقتل والذبح وارتهان البلد كله إلى أجنبي وضيع صناعته وزراعته وتجارته وهيبته وأسمه وهويته الواحدة مع الحفاظ على سلمية التظاهرات نعم هذه جزء لأنه لحد الآن قدموا أكثر من ألف شهيد يعني إذا نتحدث بالرقم المهود نقول أكثر من 21 ألف بين شهيد وجريح هذا يعني رقم كبير جدا جدا لم يحصل هذا في العالم كله في أي ثورة لم يحصل في هذه الحروب حروب لا يسقط بها هذا العدد من الشهداء ومن الجرحة فإذا هم يشنون حربا ضد الشعب فبالتالي من يشن الحرب عادل عبد المهدي واحدة أم قيادات كاملة أو منظومة كاملة كلها مسؤولة عن الدم مسؤولة عن هذه السياسة كل من كان عضوهم في البرلمان كل حزب كل قواش ساهمت من عام 2003 لحد الآن بهذا الخراب هي مسؤولة ويتتحمل المسؤولة ويجب أن تقاد إلى سوح القضاء لكي تنال عقابها هذا الشعب اليوم ثار لا يقبل بهذه القضية يحاولون تضليل الشعب أن استقال عادل عبد المهدي وانتهت القضية لا القضية الآن بدأت الآن بدأت هذه الثورة الآن بدأت تأكل من جرف هؤلاء وهذا انهيار لجزء من جرفهم عندما يضحون بعادل عبد المهدي وصلوا إلى النقطة الحرجة التي احرجوا فيها ما عندهم حل غير أن تستقيل هذه الحكومة ويحاولون أن يضللوا بالمجيئة بحكومة أخرى بشخصية أخرى من نفس العملية السياسية أو من خارج هم يدعون أنه من خارج العملية السياسية لكن هو تابع لهم نفس المنظومة نفس المنظومة الفساد نفس المنظومة لأنه أي شخصية تأتي ولا تحيل كل هؤلاء كل هذه الأحزاب كل هذه القوى إلى ساحة القضاء هذه جزء منهم جزء من الخراب والفساد والخراب سيبقى والثورة لا معنى لها والثوار يدركون هذه الحقيقة نعم فرحوا نعم هللوا في الساحات وهذا من حقهم الآن أسقطوا رمزا من رموز هذا الفساد رمزا من رموز هذه التي كانوا يعتقدون أنها قوة ما الخطوات اللي واجب على الثوار اتباعوها اللي كي تنجح حقهم؟ يبقوا في سلميتهم يستمرون في ثورتهم يستمرون في امتداتهم وفي ثباتهم والآن عزيمتهم أكبر الآن الشعب معهم أكبر الآن كل العراقيين آمنوا حتى اللي مكان مآمن حتى اللي كان متخوف حتى اللي كان متردد الآن حسن متردد الآن هو مع الثورة الآن مع هؤلاء الشباب اللي قدموا هاي التضحيات الكبيرة والعظيمة شو لذنب هاري الشباب اللي الوارح سقط بالناصرية هؤلدنا الشباب الحلوين لسقطوا بالناصرية بدون ذنب لسقطوا في بغداد بدون ذنب بالنجف بكربلا في بابل في ميسان في أي مكان يختالوهم الناشطين يعتقلوهم ويعذبوهم ماسر عدم المسائلة والمحاسبة العالم كله ينظر ما يجري في العراق قتل لهؤلاء الشباب السلميين في تظاهرات سلمية استمرار عمليات القتل وبهذه الشراسة لماذا هذا الصمت الدولي الصمت الدولي يعود إلى أن كل العالم يعني مسير ليس مخير سياسات تم لا عليه ويعتقدون ويرون أن هذه هي التجربة الأمريكية أمريكا عندما جاءت قالت سأبني تجربة ديمقراطية مثالا للعالم في العراق هذه هي التجربة البائسة التي بنتها الكل يخشى من هذه القضية لكن الثورة بثباتها هؤلاء الشباب بهذه التضحيات بهذا الصمود بهذا الثبات بهذه القدرة على الإبداع والتفكير المنطقي والعقلاني والسياسي الصحيح سيستدعون كل العوامل الدولية التي تقف معهم الآن سحبه العراق من الظلم إلى الضوء الآن العالم كله ينظر إليهم وينظر إلى هذه الجريمة بدأ العالم يتلمس شكل هذه الجريمة وهذا النموذج اللي قالت عنها أمريكا نموذج مثالي وديمقراطي دكتور على الرغم من عدم موجود خطوات عملية لإيقاف عمليات القمع هذه ضد المتظاهرين إلا أن الخارجية الألمانية والفرنسية دانت هذه العمليات عمليات القمع ضد المتظاهرين نعم كيف تلمس من هذه الخطوة؟ هذه الآن هو هذا اللي أتكلم عنه يعني هذه الخطوة جاءت بعد أكثر من خمسين يوم من التظاهرات رغم أنها متأخرة لكن لا بعث قد جاءت واللي جاء بها ليس يعني إحسانا من ألمانيا ولا من فرنسا ولا من الأمم المتحدة ولا من أمريكا ولا من أي طرف هذا بتضحيات وصمود وعزة نفس وكرامة المتظاهرين هذول الثوار هؤلاء هم الذين استدعوا كل هذه القوى استدعوا هذه البيانات المؤيدة لهم بسلميتهم باحترامهم لبلدهم بوطنيتهم باحترامهم للهوية الواحدة لأنهم مطائفيين لأنهم وطنيين لأنهم يحبون العراق لأنه عرّوا كل هذه الطبقة التي تحكم العراق أسقطوا كل أقنعتها أسقطوا كل أقنعت الفساد والخرف والطائفية والأذى والسوء والرهن الإرادة إلى الخارج أسقطوها كلها فكل الدول الآن في حرج تؤيد هذه الحكومة لأنها لديها مصالح معها بالمليارات لكن بالواقع الحال الآن حتى من يؤيدهم الآن سيتراجع في تأييده وسيؤيد هذه الثورة يوما بعد يوم سيزداد المؤيدون لها والثورة ماضية ومباركة وكنا يجب أن نقول من البداية رحم الله كل الثوار الشهداء الذين سقطوا في كل الساحات العراقية من يوم واحد تشرين لحد الآن رحمهم الله برحمته الواسعة واسكنهم الجنة والصبر والعزاء الكبير لعوائلهم ولأهل العراق جميعاً ونعزي حتى أنفسنا فيهم لأنه ذوله ولدنا وشبابنا وأهلنا وهذا الوطن هاي الثورات تدفع ثمن غالي الحقيقة وأهل العراق دفعوا ثمناً غالياً وإن شاء الله يحصدون أحسن الجوائز وأفضل النتائج شكراً لك ضيفين في الستوديو الكاتب والواحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي حياك الله